ازايكو يا اصحابي النهاردة هنحل مع بعض اختبار اخر العام عشان نشوف قد ايه انتو شطار وذاكرتو درسكو يلا مع بعض نشوف الاسئلة ونعرف السؤال بيجي ازاي في الاختبار ونحله مع بعض اولا هنبدأ بالمفردات والفهم القرائي بنقول وجاء الطبيب وأعطاها الدواء وبعد يوم لاحظ باسم ان البقرة لا تأكل السؤال الاولاني عايزين نجيب من الفقرة اللي قدامنا كلمة يكون فيها مد بلياء وكلمة فيها مد بالالف وكلمة فيها القمرية وكلمة فيها تنوين السؤال التاني ماذا اعطى الطبيب للبقرة السؤال التالت هنختار الاجابة الصحيحة من بين الاقواس جمع يوم جمع كلمة يوم ايه يا اصحابي ايام ولا يومات ولا يومان السؤال التاني معنى كلمة الدواء الدواء معناها الغذاء ولا العلاج ولا الماء فكروا يا اصحابي تعالوا نشوف الاجابات طبعا الفقرة الكلمة اللي فيها مد بلياء هي كلمة الطبيب وزي ما احنا عارفين يا اصحابي ان المد بلياء بيكون الكلمة فيها حرف ياء والحرف اللي قبلها تحتيه كسرة زي كلمة الطبيب اما الكلمة اللي فيها مد بالالف فبتكون الكلمة فيها الف وقبل الالف حرف عليه فتحة زي كلمة الدواء اما لو شفنا الكلمة اللي فيها القمرية هنلاقيها كلمة البقرة لاننا نطقنا اللام والكلمة اللي فيها تنوين يا اصحابي هي الكلمة اللي بيكون اخر حرف فيها عليه فتحتين او عليه ضمتين او تحتيه كسرتين فهنا كلمة يوم كلمة فيها تنوين عشان الميم تحتها كسرتين السؤال التاني كان بيقول ماذا اعطى الطبيب للبقرة طبعا زي ما احنا عرفنا في الفقرة يا اصحابي ان الطبيب اعطى البقرة دواء السؤال بتاع الاختيارات من ما بين الاقواس كانت جمع كلمة يوم طبعا كلكو شطار وعارفين ان جمع كلمة يوم ايام وكان معنى كلمة الدواء وكلمة الدواء يا اصحابي معناها العلاج